يا جماعة أنا قلت مش موافقة وجو أخين وأختين ده أنا ما بحبوش يا رحمة فهمي ألا أختك كبرت ولازم تتجوز وأهل العريس شرطين إن ألاق تبقى لمحمد بس لو أنت وافقتي على مروان لقيت ألاق بتبصلي وهي زعلانة وأنا فهمة بصتها هي مش كبيرة قوي بس خلصت دراسة وشايفة إن العريس ده كويس ولو مشي مش هتلاقي حد تاني زيه سبتهم ودخلت الأوضة بتاعتي لقيت ألاق دخلت الأوضة إيه يا رحمة إيه الأنانية دي أنت إزاي كده حتى حاولي ترد جميل أهلي فيكي بعد ما ربوكي كأنك بنتهم وفضلت الزعق فيها بس أنا ما كنتش سمع هي بتقول إيه أنا كلامها وقف عندي لما فكرتني بالحقيقة اللي دايما بحاول أنساها أنا كنت فكرة أنهم بيحبوني زي ألاق بس اكتشفت أني مش دي الحقيقة بس ده الطبيعي ما هي الحقيقة أني مش بنتهم وأهلي نفسهم هم اللي رموني وحتى ما سألوش عني ولو لمرة واحدة هم ربوني معاهم وما نكرش أنهم اهتموا بي وبدراستي بس في الآخر أنا مش بنتهم خرجت من البيت كله وقعدت في كافتيريا تحت البيت وكنت مستنية سلمة صاحبتي تيجي بعد ما اتصلت بيها وقلت لها تيجي أخيراً الهانم شرفت يا ستي الطريق بيت اندي سكنة في العمرة دي طريق إيه؟ كنت بالبس الكوتي المهم نزلتيني على مالة وشي لي مش هقول عشان تبقي تأخري تاني اخلصي يا كلب برأس حمار انتي بص يا ستي وحكت لها على اللي حصل كله بس يا ستي ومش هارفة بقى أعمل ايه سهلة قابلي تصدقي فعلاً أنا كانت غايبة عني فين دي يا بنتي سبوري لسه ما خلصتش إيش جيني؟ عندك حل من الاتنين يا إما تقبليه وتطلعي في القطة الفطسة يا إما تقبليه وتكرهي فيكي لا يا سلمة أنا مش عايزة أكره فيا أنا عايزة الرفض ييجي منه بس من غير ما ييجي عيب علي أو على تربيتي وكمان خايفة لو عملت أي حركة علشان ما نرتبطش أنا وهو إن داي أسطر على قلاء حتى لو مش أختي بجد بس أنا بعتبرها أختي ومش عايزها تبقى متضايقة بيت انت كلت دماري هتلي قهوة عشان ما أخمخلك في مخيخة حلوة كده إلا صحيح هو اسمه إيه؟ والله ما فاكرة مازن مؤمن حاجة كده يعني طب إيه مش هتطلبي لي حاجة بقى واحد بيرا للمرحومة وإحنا قاعدين تليفوني رن كانت ماما سامية مامة قلاء يوه فيه إيه يا بنتي؟ ماما طب ما تردي اسبري بقى علشان أرد ممكن؟ قالوه انت فيه يا رحمة تعاليلي يلا حالا الناس على وصول حاضر يا ماما أنا جاي أهو يلا بسرعة علشان تسادي ألاء وكمان تجهزي نفسك حاضر يا ماما يلا سلام طب والقهوة طيب اتفحيها لوحدك ايه يا رحمة كل ده ادخلي سادي أختك والبسي يلا الناس قربت تيجي حاضر وفعلا لبسنا والناس جت وكانوا قاعدين برا وأنا وقلاء جوه قلاء كانت مبسوطة قوي وإديها تلج من كترة توطرها على عكسي تماما أنا كنت زعلانة وعادية وفرحة قلاء خلتني أفكر إن واثق فعلا أمال فين البنات؟ قومي يا مقلاء شوفي البنات حاضر يا حج ودخلت ماما القوضة ايه يا بنات جهستم؟ ما شاء الله ايه الأمر ده يا ألاء؟ أمر يا حبيبتي وانتي برضو يا رحمة ابتسامنا إحنا اللي اتنين بس الابتسامة مختلفة عن بعض واحدة مكسوفة والتانية زعلانة خدي يا ألاء خرجي انتي الصينية دي وانتي يا رحمة اخرجي بعدها بشوية بالصينية دي حاضر يا ماما حاضر يا ماما وخرجت ألاء وبعدها بخمس دقايق خرجت أنا وحاولت أعمل نفسي مبسوطة علشان ما يقولوش اني مش طيقهم طيب يا حاج كمال احنا عايزين بنتك ألاء لمحمد ابننا ورحمة المروان قلته ايه؟ أنا كنت قاعدة وشايفة نظراتهم كلهم ولاني بشتغل فبقفها من نظرات كويس كنت شايفة كسوف ألاء وفرحتها هي والعريس وماما وبابا وكنت شايفة زعل مروان مع انه كان مبتسم بس مش من قلبه لحظة معلش ممكن أتكلم مع أنيسة رحمة لوحدنا مامتو توطرت جدا ليه يا مروان معلش يا ماما بس عايز أتكلم معها شوية بس خلاص اتفضل يا ابن خدي يا رحمة على البلكونة اتفضل ومشينا وروحنا البلكونة أنا عايز أقولك حاجة بس مش عارف أبدأ كلام ازاي المهم تبدأ طب أنا علشان مش عايز أظلمك معايا فلازم تعرفي إني مخصوب على الحوار ده كله أنا بحب بنت عمي ومش هقدر أكمل في الموضوع ده وإيه اللي غصبك أخويا أخويا اللي حابب أختك وأمي اللي مش طايقة مونة بنت عمي وحباكي أنت وأكتر من سبب فضلت بصله وهو بيتكلم ومبتسمة ابتسامة مستفزة أيوة أعملك إيه ما ترفض هو أنا ماسك فيك أما غريبة صحيح ما أنا مش هينفع أرفض فلو سمحتي ارفضي أنت قربت منه خطوة كده عايز تعمل حاجة أعملها مش أنت الراجل أنا عن نفسي ضعيفة وما أقدرش أرفض حاجة أهلي يقولوها ممكن يكهربوني أو يمنعوني من الأكل يرديك أموت من الجوع علشانك يعني مش هترفضي أنت بقولك ما أقدرش يا جدعى الله تمام استحملي بقى اللي عملتيه في نفسك وعلشان أنا مؤذي ومفتري وهصباحك بعلقة ونيمك بعلقة ومش هأكلك وهكهربك عادي أنا بعرف أتعامل مع البهايم وخرجنا طب نستأذن إحنا بقى ومشي فعلا وبابا قال هيا جماعة نقول لهم إيه موافقين أنا فكرت في فرحة أختي وقلت أجرب حبينا بعض زي المسلسلات التركي والهندي وكده إشتا ما حبناش بعض برضو إشتا طبعا ألاق وفقت وأنا كذلك بعدها بيومين بابا اتصل بوالد محمد وبلغهم وفقتنا ودى لهم أركمنا علشان نتفق على موايد نزولنا نجيب الحاجة تليفوني بالليل رن من رقم غريب أول ثلاث مرات ما ردتش بس ردت في ربع مرة قالوا قالوا أنيسة رحمة معي أيها خير أنا مروان خير يا أنيسة مروان أفندم سوري تلخبط قصدي أستاذ مروان عايز إيه أنت وفقت لي هو أنا مش قلت ما توفقيش وإنت ما رفضتش ليه أنا مش قلت لو عايز حاجة أعملها بنفسك تمام براحتك بس أنت اللي بدأتي طيب وقفل في وشي السكة وتاني يوم كانوا اتفقوا على يوم ننزل نجيب فيه كل حاجة تخص الخطوبة ونزلنا فعلا بس هو مجاش ومامته قالتلي أنه مشغول فكراني غبية ومش عارفة الحقيقة وأنه حتى لو فاضي مش هيجي بس عملت نفسي مصدقها وكان اليوم عادي وجبت الشبكة وقاسوا الدبلة وقاسوا الدبلة ليه قد خاتم من خواتمه كنا هنمشي على بيت ماما سامية وبابا كمال بس ماما تحجاجت بأنها عايزة تشرب مع طنط والدة مروان القهوة علشان قلقة تشوف أهل محمد ما تشربين قهوتك يا أمو محمد كده وهو نتكلم ونعرف بعض أكتر أكيد طبعا اتفضلوا إيه ده أهلا بصينا لوالدة مروان بصة بمعنى ده اللي مشغول ومع تبتهوش بس أنا أخذت عهدي إنه أحببه فيه حتى لو سبنا بعض بعد كده فابتسمت بس والدته ابتسمت بإحراج علشان بانت كدبتها ودخلنا شاقتهم كان بيتهم عبارة عن عمارة عايشين كلهم فيها يعني أجداده أعمامه أولادهم اتفضلوا يزيد فضلك الواد مروان ده عليه قهوة إنما إيه جميلة وتصبت الدماغ تلاقيه بيحط فيها هيروين بس ولا حاجة بصولي كلهم إيه يا جماعة أنا بهذر في إيه تمام هعمل القهوة واجي وراح يعمل القهوة أنا غبية فعلا إنه قلتي كده بس كنت عايزة يتكلم كنت بجر شكله بصراحة معلش بقى يا معلش اسمك إيه رحمة آه رحمة معلش يا رحمة بس الكنكة صغيرة بس أنا بعملك قهوة مخصوص ليك لحد هنا خلصت الحلقة دي استنوني الحلقة الجاية علشان نعرف إيه اللي حصل دمتم فأمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة